يلحق أنه يشترك في النادي الأهلي لأنه فيه زيادة كبيرة جداً حتحصل أو فيه زيادة حتحصل إن شاء الله على نهاية هذا الشهر وبالتالي إقبال كبير للالتحاق بعضوية النادي الأهلي قبل زيادة الرسوم الشهر المقبل بلجنة العضوية برئاسة الأستاذ أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي استقبلت اليوم بمقار الجزيرة عدداً كبيراً من الراغبين في الحصول على العضوية العامة أو عضوية الأفرع وذلك قبل زيادة قيمة العضوية المقرر لها أول إبريل المقبل في ضوء التسهيلات الكبيرة التي وضعتها اللجنة للمتقدمين للحصول على العضوية وأجرى الأستاذ طاري أنديل العديد من المقابلات مع كافة الراغبين في الانضمام إلى عائلة الأهلي للاستفادة من الخدمات المقدمة للأعضاء والطفرة الإنشائية الهائلة سواء في مقر الجزيرة أو أفرع المدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس وشهد مقر الجزيرة إقبالاً كبيراً من جانب المتقدمين للحصول على عضوية النادي في ظل هذه الطفرة زي ما قلت لحضراتكم لأنه في النهاية اللي بيعمله النادي الأهلي أنه بيحاول أنه يواكب كل الأندية في العالم بالمناسبة سواء من الناحية الرياضية أو حتى من الناحية الانشائية داخل النادي في كل المقرات وفي كل الأفرع الخاصة بالنادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين خلال الفترة اللي فاتت إنشاءات كثيرة جداً وأمور كثيرة جداً عندنا فرع التجمع الخامس هو بيتم إنشاؤه خلال هذه الفترة وإن شاء الله قريب حيتم الإعلان عن افتتاح المرحلة الأولى من فرع التجمع الخامس وقبليه كان في مدينة ناصر وقبليهم كان في الشيخ زايد وقبليهم كالعادة مقر الجزيرة الحقيقة وزي ما حضراتكم بتشوفوا إنشاءات كثيرة جداً في كل هذه الأفرع وفي كل المقرات إنشاءات بخاصة براحة عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي عشان لم يبقى متواجد سواء في الجزيرة أو في مدينة ناصر أو في التجمع الخامس أو في الشيخ زايد يبقى مستريح عشان الفترة القادمة الحقيقة دايماً أعضاء الجمعية العمومية هم الأساس في كل شيء أساس النادي في كل شيء هم اللي بيخلوا النادي الأهلي دايماً أو مجلس إدارة النادي الأهلي إنه يحاول إنه يتواكب مع كل الأندية في العالم النادي الأهلي بيشوف إلي بيحصل براه وبيحاول يعمل هذه الإنشاءات لراحة أعضاء الجمعية العمومية ولأن النادي الأهلي لا يمثل مثلاً 200 ألف ولا 500 ألف ولا مليون لأعضاء الجمعية العمومية ولكن عندك 70-80 مليون أهلاوي دايماً بيحبوا يشوفوا ناديهم على أفضل وجه وده اللي هيحصل أكتر وأكتر والتطور واضح الحقيقة الأربع سنين اللي فاتوا وإن شاء الله التطور في المرحلة اللي جاية وبرنامج عائلة الأهلي اللي تم تنفيزه أو تم تنفيز 95 أو 100% منه السنة الدورة اللي فاتت إن شاء الله برنامج الجديد اللي تم وضعه من قبل مجلس الإدارة يتم تنفيزه خلال الأيام القادمة وبالتالي إقبال كبير جداً للتحاق بعضوية النادي الأهلي قبل زيادة الرسوم إن شاء الله الشهر المقبل ترجمة نانسي قنقر